جامعة بريطانية دي سنة الحداشر لها بدأت بمتين طالب فقط وثلاث كليات وحالياً هي فيها تسع كليات وتسع تلاف ومتين طالب افتتاحها الأمير شارلز الجامعة في شراكة علمية مع ثلاث جامعات إجليزية هي من أول يوم أخدت بما يسمى معايير الجودة في التعليم العالي البريطاني أخدتها ونفذتها بالشراكة مع ثلاث جامعات إنجليزية جامعة كوين مارغريت في اسكوتلندا وجامعة لوفبرا حلت محلها جامعة تانية في لندن اسمها جامعة لندن سويسبانك جامعة بحيث سوى البحيفات للمشاهدة وأنتم أخذتها في إنجليزية ما هي في هذه الملابشات ومع ثلاث جميعنا التسع بسرعة نحن لا أنقه استفادها لأن الحاجة يمكننا التحاجة للهسبة فقط للمشاهدها يمكنني التحاجة أن يكون هناك لأن هناك أخرى المكان يوجود لوقت ، مثذ لماذا يوجود ومقه، مع ربطاني مع the possibility of being successful in the job market in whatever aspect of work they're going to go on to do. So our facilities are related to that and to enabling students to become independent learners so that they will have skills that they can transfer independently in whatever jobs they go on to do. We are also developing و أكمل في مرحلة تكلفة بالتكتنوية بإذن التعديل بالتعديل مع إذن التعديل التعديل بإذن التعديل بإذن التعديل و وكثير من يتحدث وضع ذلك لدينا إلحلة المكتبة التي كانت تسرطة من تركيزي الأرخي من المنزل من الوسطى السجنة في بريطانيا المكتبة بدأت مع بداية الجامعة في سبتمبر 2005. طبعاً دور المكتبة بالنسبة لأي جامعة هو تدعيم المنهج الدراسي الخاص بالطلبة وفي نفس الوقت اكساب الطلبة خبرات التعليمية اللازمة لهم. يعني الطالب هنا مثلاً يلاقي أماكن دراسة مختلفة ممكن لو عايز يذاكر كجروب علي اماكن عندنا 21 جروب ستادي ممكن طلبة سواء كانوا ستة تمانية عشر اتناشر حسب الاعداد بيحجزوا روم وبيذكروا فيها مع بعض بيعادين يناقشوا مشروع معين او بيتكلموا ببحث معين وفي شاشات موجودة بحيث يقدروا يعرضوا عليها البريزنتيشن فيه بجانب ده اماكن للدراسة اللي هو الفردية السايلنت بسمى السايلنت اريو ودي ممنوع فيها الكلام خالص مع اي حد الا اللي بيبقى عايز ده بيروح للدور بتاع السايلنت اريو بالنسبة للسوشيال لايف في بيو اي فهي فيها اكتر من حاجة عشان الناس تعمل تتقنكت مع بعض زي الكلاب فيه كلاب كتير اوي وانا في كلاب منهم انفينيتي بيعملوا كذا افنس عشان سواء حاجة دراسية او فور فان او حتى عشان حاجة فور سوسيتي عمتاً وبيبقى فيه برضو الجامعة بتعمل كذا افنس وحفلاته كده للستودنس وبتبقى فور فري فدي حاجة برضو مشجعة للناس ما هاتيجي مبت Mirio the university what i understand about it is we have lots of classes to accommodate students, lecture halls, labs to accommodate students who are not, who doesn't have the ability or the time to produce projects and things like this at home I know that our facility has been growing through labs, it depends which faculty, some faculties require lots of labs وهو ملعانين و ملعانين إنه مجرد مجرد أعتقد أنه مجرد مجرد اشتركوا في القناة